نعرف الأول إزاي بتتصنع؟ بسم الله الرحمن الرحيم كل عام وحضرتك وشعب المصري كله بخير وصحة وسلام أيوة يعني طبعا حلوة المولد ديت مع حضرتك حلوة المولد من الأشياء المبهجة للمناسبة السعيدة دي يعني إحنا تقريبا ما بنعرفش إن شهر رفع الأول بدأ غير لما بنشوف الحلوة وبتدي بعد كده نعرف بقى إن مثلا المولد النبو يوم كام أو كده فطبعا أي شيء الاعتدال منه مطلوب والإفراط فيه يعني ضر جدا بالصحة يعني فبالنسبة الحلوة المولد صنعتها إزاي؟ كمية المواد الجينترينية المواد الحفظة فيها عاملة إزاي؟ نسبة سكر فيها عاملة إزاي؟ هو طبعا يعني أنواع كتير جدا من الحلوة فيها نسبة سكر عالية جدا يعني مثلا عايز أقول لحريك مثلا اللي هي السمسمية اللي هي البندقية والفزدقية واللوزية الأنواع دي فيها يعني السعرات الحرية اللي بتديها للشخص بتتراوح ما بين مثلا خمسمية حاجة وسبعين سعر حراري إلى ستمية وخمسين سعر حراري ده الميت جرام الميت جرام اللي هي عبارة عن قطعة القطعة الشريحة الشريحة اللي هي بتبقى الباكت دا اللي بقى فيها مثلا وحدث حوالي اثنين قطعتين كده مع بعض يعني بتبقى حوالي باكت كده هي الأصغر حجما قد السبعين كده أي قد السبعين وبيبقى قطعتين كده وباكت كده ده ديها حوالي 100 جرام هي مش الأصغر خالص مش الس𝘤نية الصغيرة خالص لا اللي هي الأكبر منها شوية كده فدي بتدي كمية سعرات زي ما قلت حركة أقل حاجة فيهم هي الحمصية الحمصية فيها سعرات مثلاً حوالي 300 مثلاً وخمسين سعر حراري بتعتمد على صناعة الحمص بالزبط هي طبعاً بتحط عليها بقى كمية يعني مواد جيلاتينية عشان تمسك وسكر عالي وسكر أنا كنت عايز أسألك على كده إيه بقى بيمسكوها إزاي؟ والله أنا حتى التصنيع دي مش مش المؤد المستخدمة يعني من من وقع يعني حرج الدقيق لا يعني هي حسب تحليلات بتاع يعني الجداول هي الفوت كومبوزيشن تيبل أو الجداول تحليل الأطعامة لما حللوا المواد الدخلة فيها يعني يعني هو مع التغذية يعني هو القائم أيو 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 مفهوم فهي بالكميات اللي بقول حركة عليها دي يعني بالسعرات اللي بتقدر الميت جرام بتقدر بالسعرات دي طبعاً الملبن برضو اللي هو فيه بالمكسرات الملبن اللي نحتوي على المكسرات فيه سعرات عالية جداً يعني ممكن نيوصل لألف وشوية بس اللي هو يعني كبير شوية ليه بقى الملبن أكثر؟ الملبن المدعم أو الجواه مكسرات كتير لكن الملبن اللي بدون مكسرات لأ يعني مثلاً في حدود ربعمائة سعر حراري الميت جرام منه يعني فهي الفكرة إن بالنسبة للشخص العادي لما بيتناول كمية سكر عالية بيحصل إن ده بيحفز البنكرياس إن هو يفرز كمية إنسولان عشان يحصل حرق للسكر طب بالنسبة بقى المريض السكر اللي هو أصلاً عنده مشكلة في زيادة في السكر ده البنكرياس بتاعه ما بيبقاش قادر إن هو يفرز كمية إنسولان يا إما ما يفرز خالص يا إما بيفرز بكمية قليلة فدي لأنه بيبقى عنده خلل في الخلايا عدد الخلايا قليل أو لا تعمل الخلايا موجودة بس ما بتعملش بكفاءة فما بيحصلش إن بيفرز الإنسولان الكافي عشان يقدر يحرق السكر ده فاللي بيحصل بقى المضاعفات إيه إن ممكن بيحصلوا لقدر الله بقى مشاكل في الكلة مشاكل في شرايين العين مشاكل في حاجات بقى أكبر في شرايين القلب وشرايين المخ والأعصاب يعني تؤدي للتهاب في الأعصاب الترفية يعني هيدخل نفسه في قصة يعني بدون داعي اشتركوا في القناة